فالوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة هذا وقت مبارك هذا وقت يستجاب فيه للعبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة أي أن الله عز وجل لا يرد دعاء العبد الذي يدعوه ويسأله في هذا الوقت المبارك الذي يكون بين الأذان والإقامة هذا الوقت وقت عبوذية وإذا كان الله عز وجل لا يرد دعاء العبد دل هذا على أن هذا الوقت في الغالب ينبغي أن يكون الإنسان في بيت الله عز وجل لأن هذا الوقت إذا دخل العبد البيت بيت الله تعالى دخل المسجد فصلى ما كتب له ثم بقي ينتظر الصلاة أي إقامة الصلاة هذا الوقت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بأنه رباط وهو بمنزلة الجهاد وكأن إنسانا يرابط في التخوم يرابط في سبيل الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة هذا الوقت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال الملائكة تدعو وتستغفر لهذا المصلي تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى تقام الصلاة بمعنى أن هذا الإنسان إذا استغل وقته المبارك في ذكره ودعائه وصلاته استجاب الله عز وجل له ولا يقتصر الأمر على من كان في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاستجابة بالوقت ولم يقيدها بالصفة أي لم يقيدها بالحال التي يكون فيها الإنسان في المسجد إنما قال الدعاء بين الأذان والإقامة أي بين وقت الأذان والإقامة فمن حين ينتهي المؤذن من أذانه إلى أن يقيم الصلاة هذا الوقت حتى لو كان الإنسان في طريقه حتى لو كان الإنسان في محله حتى لو كان الإنسان في بيته وهو يريد التوجه للمسجد لو دع الله عز وجل لاستجاب الله سبحانه وتعالى قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس ترجمة نانسي قنقر